مرحبا بكم اصدقائي في هاد الفيديو هادا اليوم انا جبت لكم واحد الخدمة جديدة كنتمنى ان هذه الخدمة هادتنا الاعجاب ديالكم هادا ملاقية نقدروا اللاقيوا بها يعني الجلابة القفطان اي حاجة بغيتوها هاد ملاقية سهلة وبسيطة وف نفس الوقت تجي ساراحة رائعة ودغيك اطلع انتو ما غادين نشوفوا دابك الطريقة باش غادين نخدموها تنتبتو الخيط وترجع نضرب في الوسط هنا غادين ندير الخدمة ديال الدفايرا هاد خدمة هادي تتشبه الكروشي يعني فشكل ديالها ولكن احنا دابا غادين نخدموها بالبرق انا اسبق لي وضعت واحد فيديو وضعت فيه الدفايرا ولكن خدمتها على التوب هادي اللا هادي ما غادينش نخدمها على التوب لاحظوا معايا هنا الابرق نرجع ندخلها في الوسط هنا غادين استعمل ربعق يعني غادين حاولوا انكم تحافظوا على العدد اللي خدمتو بربعة بقى وغادين بربعة خدمتو بخمسة بقى وغادين بخمسة يعني كل واحدة تخدم لحسب العرض ديال الملاقية اللي هي بغيت فانا هنا ما بغيتش الملاقية جيني عريضة بزيف بغيت الملاقية يعني تكون رقيقة فهدشي علشنا غادينخدم فاغر ربعق هنا خدمت اللولة غادينخدمت تانية دائما تنجيب الابرة في الوسط الوسط ديالها الدائرة هنا هادي راها الشكل ديالها دائري ديال الخيط فغادينجر هنا الخيط كيف ما كتلاحظوا ها الدائرة تتعطينا شكل ديال الدفرة وكتكون خدمة غادة متناسقة فهنا نكملت ربعا هنرجع للتوب وغادينتبت فيه الخيط وغادينرجع اللوي الخيط يعني هنا يلاحظوا معي الاتجاه ديال الخيط فانكين دائما الاتجاه هو دائري وتندخل الابرة من وسط هالدائرة هادي وتنطلع الخيط باش تعطيني هالدائرة هالدائرة يلي غادينبقى أنا غادة تنخدم عليها دائما تندور الخيط وتندخل هناك الابرة من هاد المكان هادا وتنطلع الابرة بهذا الشكل هادا حتى نكون ربعا وغادينكمل هنا كما قلت لكم انا هنا استعملت ربعا ممكن تستعملوا يعني اي عدد بغيتو وهاد الخيط ما هادي انا استعملت فيها الخيط مبروم على ثلاثة شعرات تقدروا تستعملوا الخيط على ربعا ولكن من الافضل انه يكون الخيط على ثلاثة دائما هنا تندور دائما الخيط باش نطلع الابرة ديالي من الواسط البرخص تطلع من الواسط باش تعطيني هاد شكل هادا اللي تيكون يعني نصف دائري كنتمنى هاد شكلين الاعجاب ديالكم هاد ملاقية هادي جديدة وصراحة عجباتني وقلت عليش لي ما نشاركهاش معاكم فبهاد شكل هادا وصلت هنا يا الربعة غاد يرجع للتوب لاحظو هنا حاولوا انكم تبعدوا الضربات لان ما زال غاد يرجعون عمرو هنا قبعدوهم في البداية قبعدوا شوية الضربات ومن بعد احنا غاد نخدمو في هاد الواسط يعني ما غاد تبقاش تبين هاد الفاراغ هادا بزاف هاد الخدمة وخطة تبين بشبكة ولكرة غاد نعمروها فغاد نرجع هنا قب دائما الواسطة ديالها قبعدو ونشكل هاد فايرة هادي هاد دفرة تجي رائعة وساهلة كما قلت لكم هذه الخدمة اراد بالزربة يعني كطلعك تبقى غاد اخدامي لان الضربات يكون شوية بعاد وفي نفس الوقت ما تتخليش يعني بزاف السيدات ما تيبغوش الخدمة اللي تتكون مشبكة بزاف تتقاتبيا يعني الحويج فهادي راه تتعمار من الداخل يعني ما تيبقاش يبين هاد الفاراغ فنحنا غاد نكملوا الخدمة ديالنا وغار رجعوا البداية غاد نتبط الخيط وغار رجع نخدم بنفس الطريقة ولكن غاد نعمر هاد الفاراغات كما قلت لكم باش ما نخليوش هاد الشبكة تبقى بينا بزاف تبقى يعني كبيرة فغاد نرجع نخدم هنا ربعة ربعة الضفيرات دائما تنضرب في الوسط في الوسط ديال هادك نصف دائرة فلاحظوا معايا هنا كيفاش غاد نستعمل هنا طريقة نجيب الابرة من الاسفل الاسفل ديال الخط هادك الاول وغاد نخلي هاد الخدمة تكون من الاسفل يعني مرة غاد نخدم من الاسفل مرة غاد نخدم من الاعلى الان غاد نتبط الخيط في هاد المكان هادق يعني ما بيناتهم كما قلت لكم ان هنا خاسكم تبعدوا شوية ضربات في اللول حيث في المرة التانية غاد نضرب في الوسط يعني غاد نخدم انا دائما هنا في الوسط فهنا ترجع غاد نخدمت هنا اللولة وغاد نخدمت تانية نفس الطريقة دائما نصف دائرة وتن نرجع فيها بشكل في الوسط فهنا غاد نخدم ربعة وغاد نرجع للتوب هنا ما غادش الخيط غاد نديرو من الفوق هنا يقلاحظوا معايا هاد ضفرجات من الفوق وحده غاد جي من التحت وحده غاد جي من الفوق بش يجيوا يعني مخالفين هاد شكل تيجي زوين حسن من ان احنا نخدمو نخدمو يعني الفوق والتحت تنخالفوهم بش يعطعونا هاد الديكور فهنا خدمت تانية غاد نخدم هنا التالتة الدفايرة التالتة وغاد نخدم الدفايرة الرابعة كما قلت لكم العدد يعني هنا حسب الرغبة فغاد نجي هاد بهالطريقة هنا غاد نهبط يعني غاد نخدم من الاسفل غاد ندخل ابرة ديالي من الاسفل وغاد نجر الخدمة هنا يا مجربة الطريقة وغاد نرجع يعني نحاولو نتبتوها مزيان نخلي وعلى الوجه ديالها غاد نرجع نتبت الخيط ديالي في التوب بهالشكل هادا وغاد نخدم الان دفارة اخرى اللي غاد نجي من الاعلى يعني وحده غاد نجي من الاسفل وحده غاد نجي من الاعلى حتى نكملو هاد الخدمة كاملة فارجع نخدم هنا الدفايرة اللولة اللوي الخيط ورجع نضرب في الوسط ادي دفايرة التانية التالتة اهنا الرابعة كما قلت لكم هاد غاد نجي من الفوق وحده من الفوق وحده من التحت فانتبتوه هنا يا الخيط في التوب والان نرجع نوضع كذلك دفرات يعني اخرين نزيدو نكملو الخدمة اهنا وضعت الدفاة اللولة والتانية غاد نبقاو هنا غادين اه كيف ما وريتكم في البداية اهنا الدفاة رقم ثلاثة ونزيدو الدفاة رقم ربعة دائما هنا تنضربو غير في الوسط هاد الخدمة كما قلت لكم سهلة بزاف يعني تقدر ايا يعني وخد تكون يعني السيدة مو بتادي اقد تقدر تخدمها لان غير دفايرات غادي تبقاو غادي نخدامين بيهم اه تلاقي بيها الجلابة القفطان اي حاجة بغيتيها صافي يعني وحده نخدموها من الفوق وحده نخدموها من الاسفل باش يجيونا هنا يا مخالفين من بعد انا فكرت كيفاش غادي نزيدها يعني نعطيها جمالية اكتر كيف ما كتشوفو هنا شكل دياله هو هادا اللي بغا تخليها بهالديكور تخليها واللي بغا تزيدها جمالية اكتر غادي نركبو لي هالعقيق فالعقيق تيعطيها وحد الجمالية رائعة هنا كله وحده غا تستخدم يعني اللي بغايت اذك الشي اللي يعجبها هنا هادا بغا نديروها من الفوق وغا رجع نضرف التوب بهالطريقة هادي والان انا خدمت غير هاد شوية ما خدمتش يعني بزيف فهنا غادي نرجع نكمل هاد الخدمة هادي كنت منا هاد العملين للاعجاب ديالكم هاد الملاقية يعني بسيطة بزيف فاررجع هنا نضرف التوب ومتنسوش اللي مهتمة بمجال الكروشي تشترك معايا في القناة الجديدة اللي وضعت هادي الكروشي يعني خاصة غير بالكروشي فهد القناة هادي انا وضعت دروس دروس الكروشي فهنا لاحظوا معايا مزيان غادي نركب العقيق في الوسط ديال الخدمة باش يعطيني هاد شكل يعني هاد شكل اللي تيجي رائع هنا باش نقدرو ان احنا نزيدوها جمالية اكتر وفي نفس الوقت نسدو هاد العوينات هادو مايبقوش يبانو يعني قدما سدينا هاد العوينات مايبقوش يبانو قدما مزيان ففكرت عليش اللي ما نخدمهم شي يعني نستعمل العقيق لان العقيق غادي يكمل هاد الخدمة هادي غايزيدها سراحة غطلع رائعة انا هنه استخدمت هاد العقيق هاد صغير بزيف هنه را مخدمتش بالبردية الراندا ببردية الراندا راها غليدة وخدمت بالخيط مبروم عجوش الشعرات و الخيط ديال الحرير متخدموش يعني بخيط عادي خيط ديال الحرير نفس اللون ديال الخدمة هو اللون ديال الحرير وخوذو هاد العقيق هادا هاد العقيق المكركب صغير بزيف والبردية لحتي هي راها صغيرة هاد الإبرة هاد صرحة ما عرفتش راقم ديالها ولكن راها إبرة رقيقة بزيف رقماً لبردية ديالاراندا مشي لبردية العقيق المهارس هاد بردية العقيق المهارس تكون رقيقة بزيف يعني اياكن ضم انها أصغر برد هادي اللي هادي غلط من البراد ديال العقيق المهرس ولكن تنخدم بها أنا هاد عقيق المكركب هاد العقيق هاد يعني تيعطيها جمالي أكتر أنا استخدمت هاد لو الأسود غير باش يجي واضح في الخدمة يعني من الأفضل تستخدموا ألوالي تكون مناسبة لهاد الخدمة هادي أنا هاد العقيق كان عادي في الدارة شي علاش خدمت بيه وكنشكر جميع المتابعين جميع المتابعين وكنتمنى ما تتبخلوش علينا بالضغط على زر الإعجاب وشكرا على المتابعة